هاي يا جماعة أهلا وسهلا فيكم بأول محاضرة من محاضرات الـ introductory course طيب محاضرتنا اليوم هي عن history taking إنتوا المفروض تطلعوا من هذا الكورس عارفين تاخدوا history elements of history ويعني theoretically إنتوا perfect فيه وبدأ البارت التطبيق العملي للموضوع والبارت تاني المفروض تكونوا عارفينه هو physical examination أول محاضرتين هم بيحكوا عن general history how to take history in general شو الأقسام طبعون history how to write documentation طبعونك للhistory يعني أنتوا رح تروحوا على مريض رح تسألوا تتعاملوا معه بالعربي so you have to know كيف تسألوا بالعربي عن الأشياء بعدين أنتوا بتروحوا بتاخدوا notes اللي أنتوا أخدتوها وبدكم تعملوا لها documentation دائما بالإنجليش هيكون you have to know how to document and how to represent هاي الكلينيك الكيس اللي أنت رحت وأخدتها وسألت المريض عنها للأودينس تابعونك للدكتور اللي رح تشرح له عن كيسة المريض للناس أو للطلاب اللي رح يكونوا معك أو إذا في morning report للأشخاص اللي حيعودوا يسمعوك بالmorning report لأنه أنتوا عارفين أنه medicine عبارة عن communication وكلياته يعني team group you have to communicate الإشي اللي أنت سألته وعرفته عن المريض للother people in the best way positive تكون representative تكون قادر تعمل representation لها الشغلات ففي ناس they are very good when it comes to ask الpatient أسئلة ويوصلوا للdiagnosis لكن لما بيجوا لموضوع how to represent بيكون للأسف representation طبعهم very poor ما بيقدروا يقدموا الحالة أو ما بيعرفوا وكيف أنه يقدموا الحالة لغيرهم طبعا دائما بالطب فيه إشي اسمه warning report بيجتمعوا في دكاترة القسم كل يوم على ساعة 7 الصبح أو 8 الصبح وبيناقشوا new cases اللي دخلت على المستشفى لأنه ما بيكفي أنه بس يكون دكتور طبعا الكيس هو عارف هاي الكيس لازم يكون أغلب أطباء القسم عارفين لأنه العلاج بيكون integral في أكتر من دكتور في أكتر من واحد sub-specialist يعني حيتعامل مع هاد المريض وأحيانا كتير كيسات بتفوت وأنت لسه يعني على الأغلب اللي دخل على المستشفى ما حنكون عارفين بالظبط شو شخصنا لو إحنا هنريدي مشخصين ومشي نوع علاج كان راح على العيادة وطلعنا اللي دخل على المستشفى هو مريض لسه مش مشخص بيحتاج أنك شخصه بتحتاج أنك تكون عارف ماخد good history عامل physical exam وأنت لسه محتار مش عارف ش عنده so you need to order investigations وبداك تشوف استشارات كتير لحي توصل للcorrect diagnosis فخلوا بيبالكم هاي الفكرة مش بس أنا مهمتي أني أنا أعرف أخذ الhistory أو أتعلم كيف أحكي مع المريض وكيف أخذ history برضو كمان مهمتنا كيف نعمل بعدين documentation لهاي الhistory اللي أخذناها ونكتبها بأفضل طريقة ممكنة لأنه في أشخاص منكم زي ما قلت لكم حيكونوا very good in history taking skills تبعتهم كويسة بيعرفوا كيف يسألوا المريض كيف بتعاملوا مع المريض بيسألوا اسئلة directive and so on بس لما يجبتم يعملوا كتابة لهاي الhistory اللي أخذوها ما بيعرفوا أو بيكون الكتابة تبعتهم بور وبالتالي بتلاقوا يعني أغلب الدكاترة بتدايعوا من هاي الشغلات وبيبهدلوا عليها وإنه أنت كيف مش عارف تكتب and 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 طبعا هاي الشغلات كلها cumulative knowledge وبيعتمد على الexperience طبعتك فأنت كل ما أخذت history أكتر كل ما يعني عملت practice أكتر وعرفت تكتب هاي الhistory طبعتك كل ما تحق حسن الموضوع فيعني ما تفكروا حالكم أنه أنت بعد هذا الكورس هتكون عارف تاخد history أو حتكون عارف تعمل full exam أو رح تكون قادر تعمل documentation perfect اللي الدكاترة يكونوا أنه واو أنت يعني فلتت زمانك nope قلتلكم عن هذا الموضوع لا تقسوا على حالكم لا تشوفوا مثلا ممكن فيه ناس عندهم القدرة هاي بس مش الكل سو لا تقسوا على حالكم تفترضوا من حالكم أنتم مفروض تطلعوا perfect إحنا عم نتعلم هلأ بهذا الكورس ال basics practice makes perfect هذا الموضوع بده practice وهذا الشي أنتم ستتتربوا عليه ثلاثة سنين فتخيل منكم بسنة السادسة لما أنتم تكون مرأة على كل الأقسام وعرفت كل الحالات اللي ممكن تيجي على هذا القسم وصار في عندك basic knowledge وصار في عندك knowledge عالي أنت قادر تحطوش اسمه differential diagnosis أو قادر تعمل mind mapping كيف تفكر لما تيجيك حالي وشو تفكر لما يكون المريض عنده chest pain أو عنده vomiting أو 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 كثير قادر تعمل history good وتعمل presentation good بكل إشي بتدامو أنه أنت تكون مسؤول عن morning report يعني أنت تروح تاخد حالة وتتقيمها من A to Z بدك تعملها history physical وبعدين تكتبها وتعملها representation قدام القسم كامل بالmorning report بهاد يكون مطلب منكم بسنة سادسة ما بطلبوا منكم بسنة رابعة لأنه أنت لسه تتعلم the basics so حينقسم المحادرة تبعت history اليوم يعني مقدمة طويلة العريض راح نقسم history لشغلتين الشغلة الأولى هي إشي نظري حنمرق على الكتاب وعلى slides المهمين related للأشياء اللي حنا بنحكيها الهدف من هذا الموضوع هو أنه نتعرف على أقسام history شو الأشياء اللي بدي أسأل عنها طريقة السؤال عنها and 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 نتعرف الأشياء يعني حتكون purely basic وهيك الأسئلة اللي راح تيجيكم لو نسألتوا بهذا chapter بالامتحان تباكم اللي هي بنهاية هذا الكورس بعدين راح نعمل فيديو تاني اللي هو how to document يعني إحنا تعرفنا كيف نسأل هلأ بنعرف how to document and how to represent إذا أنت عملت good documentation للهيستوري اللي أنت أخدتها حتكون قادر إنك to represent بأفضل طريقة طيب يا جماعة هاي حنبه عليكم قبل من بلش هاي المحاضرة أو الهيستوري هي عبارة عن يعني كيف قعدت جارات وحكي نسوان في شي في شي نوتات فحتلاقوني عم بحكي عم بحكي عم بحكي طب دكتورة بدك نكتب نوتات لا ما في نوتات هي إشي بعائلكم يعني كيف تسأل شو تسأل شو تعمل ما في شي نوتات يعني عادي بتسمعها بعدين بتروح تعمل practice فما تخافوا من هاي الشغلة ما تتعقدوا إذا شايفيني عم بحكي وفي شي شي عم بكتبه لأنه في شي شي نكتب يعني هي هي هيك عن جد أنا زك يعني يعني مع صحباتي وصحابي وعم بحكي لهم عملوا هيك ساو هيك نا 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 هاي الإصاص فلا تخافوا من قصة أنه يعني ما في شي نكتبه فعليا نفي شي شي تكتبه فبس اسمعوا وعرفوا هاي الأشياء يعني هيك مرة أمروا عليها وخلاص تاتست بتصير الموضوع بعدين practice طيب يا جماعة هلأ خلينا نكون واضحين أنا شيكت على السلايدات تابعونا هاي السنة ضفت بعض السلايدات اللي حسيتها مش مذكورة أو أنا ما ذكرتها لكن السلايدات هاي السنة المحاضرة الأولى كتير مختصرين ومقتضبين بطريقة ما بتوصل للفكرة أولا تانيا انتو مطالبين بأكتر من هيك يعني على أرض الواقع لما تروحوا على المستشفى انتو مطالبين تعرفوا كتير معلومات أكتر من هيك بالهستوريا لهيك استعنت بسلايدات السنة الماضية لأنه أنا كنت شايفتهم وكنت شايفتهم كويسين فيها معلومات مش حطلكم ياهم دكتور بهاي المحاضرة ممكن أنهم ينذكروا بالمحاضرة الجاي فبنكون إحنا أوردي اختصرنا على حالنا فرح تكون هاي المحاضرة هي ميكسشور بين سلايدات هاي السنة سلايدات السنة الماضية بالإضافة لكتاب ميكلاود لأن حونا متفقين إنه الميكلاود هو المصدر الأساسي اللي إحنا بدنا نرجع له وهو فيه كل المعلومات اللي بتهمكم يعني على أرض الواقع أنت مطالب بالمعلومات أكتر من اللي موجودة بالسلايد رح تتحاسبوا عليها لما تعمل الهيستوري لما تعمل الربريزنتيشن للهيستوري رح تنسألوا عنها بالامتحانات سواء امتحاناتكم هلأ أو الامتحانات للدام أو بالراوندات أو لما تروحوا مع دكاترة أكتر من اللي محطوط بالسلايدات اللي رح يكبروا المحاضرات كسلايدز يعني اللي حكيت لكم عنهم بالإضافة لكتاب مكلاود بس نخلص هدول التو بارت لأنه أنتم ماخدينها على محاضرتين رح يكون فيه فيديو اللي هو رح نشرح الملخص بالنهاية أنا اللي بديتعرفه لأنه الكتاب معجوء والسلايدات معجوئة أنا زي ما قلت لكم كل إشي بشرحه جمعت لكم إياه بملخص ففيه فيديو أصير رح يكون للملخص كيف تسأل عن جد هذا الملخص طبعا أنتم بتطبعوه بتخلوه معكم وبتحفظوا يعني بنهاية المحاضرة تبعت اليوم أو محاضرة بكر خلينا نقول الهيستوري تايكينج اللي هم الاشي اللي بتكم تعرفوه وتطلعوا حافظينه بعد ما تدرسوا هدول الفيديوهات هو الملخص بتطبعوه بتحفظوا الأسئلة بتبلشوا تتدربوا عليها رح يكون فيديو شرح للملخص فيديو كتير أصير بالإضافة لفكرة how to document نشوف كيس عملية how to document الهيستوري اللي احنا أخذناها وهذا حيكون أهم فيديو بالهيستوري تايكينج يلا let's start طيب أول شغلة لما احنا منيجي بنقابل المريض سواء بنقابله بعيادة بدنا نقابله بالأمرجنسي ديبارتمت وريفر احنا عم بنقابله عم بيجينا على البريفت سكتر عم بيجينا على البوليكتلينك اللي بتكون يوميا الصباح عم بيجينا يعني فاهمين بغض النظر وين المكان بنقابله الpatients رح نمرق معهم ببروست معينة أول بروست اللي هي المفروض أنه أنت تاخد هستوري والهستوري فيها كتير أقسام هنحكيهم هلأ لأقدام طيب next step بعد ما أنا أخدت هستوري وعرفت هذا المريض ليه جاييني على المستشفى أو على العيادة من شو بيشكي شو الأعراض اللي عنده شو السيستمز اللي أنا بحاول أدور عليها بالphysical exam أشوف فيها بالنورماليسي ولا لا خدنا الهستوري كامل عرفنا الconcerns تبعون المريض والأعراض اللي عنده next step هي الstep تبعات الphysical exam بدي أخذ هذا المريض بدي أخذ منه permission أنه I want to examine you وبدنا نروح على الexamination اللي هو كتير parts في عنا general examination في examination للcardiocular system للrespiratory system للGR للgeniturinary في عنا كتير أقسام طيب بعدين next step بعد ما أنا أخذت history أخذت physical examination بدي أروح على الinvestigation طيب لحد هون يعني هدول the two parts اللي بيميزوا smart doctor الدكتور اللي رح يكون إله مستقبل عن I'm sorry بس stupid doctor I'm sorry to tell you أنه في doctor stupid أو في doctor stupid ليه طيب هلأ انت جاييك مريض بي chest pain chest pain ممكن يكون إله meet differential diagnosis ايش يعني differential diagnosis يعني list من الأسباب التي تسبب وجع بالصدر so the good doctor هو الدكتور اللي بقدر يعمل narrowing لهاي لست الطويل العريضة يعني أنا في عندي 100 سبب تمام من أول ما المريض يبدأ يعطيني history بيبدأ يحكي لي والله عندي وجع بالصدر أنا إفهم ما good doctor رح أكون قادر إني أسأله أسئلة تقدر تعمل narrowing لهاي list الطويل بنهاية history يعني أنا في عندي 100 سبب رح أقدر بنهاية history إذا أنا كنت good doctor إني أعمل narrowing لهم لتلات لأربع أسباب فقط بعدين بنتقل ل second line اللي هي physical exam during physical exam إنت بتقدر تعمل narrowing لسببين أو ثلاث أسباب لل chest pain اللي عند هذا المريض وأحيانا بعض الدكتورز ممكن عن جد من خلال history والphysical يوصلوا للسبب الأساسي يعني لإحتمالية 90% أنه يكون هو هذا السبب طيب إذا كنت أنا good doctor فأنا رح أوصل لسببين أو ثلاث أسباب هم اللي أنا عم بفكر فيهم could be the cause of this chest pain so next step أنا بدي أفوت على الinvestigation اللي بي أطلبها الinvestigation بحر واسع وكبير كتير wherever المكان اللي أنت عمالك بتعمل practice للمدسن فيه سواء أنت بتشتغل بمستشفى حكومي أحيانا ما بتلاقي كل التستات available يعني الMRI ما حتلاقيها available الstate scan ما حتلاقيها available مش عارف مي التستات نسلم بدك أشياء اسبسيف ما رح تلاقيها available لا إنه مش موجودة بهذا المكان أو لأنه مشغولة بفحوصات لناس ثانين أو أنت بدك تودي المريض بتبعته بعد 6 أشهر ياخد دور لأنه يعمل الMRI تمام فالinvestigation مش available بأماكن معينة إذا أنت بتشتغل بالprivate sector أنت ما حتقدر تطلب للمريض ميت تست وتكلفه سعرهم لهدول الميت تست لأنه أنت مش عارف أنت عندك ميت ديفرنشل عملت ناروينج لهم لخمسين بس فأنت عندك خمسين سبب عم بتدور عليه ومش عارف سو بدك تروح على الثيرد اللي هو الinvestigation وتطلب الخمسين تست وهذا الإشي غلط وهذا الإشي بيرهق المريض ماديا ومعنويا والمريض ما حيرود عليك فأنا لازم أقدر إذا أنا كنت عم بأقدر أخذ good history and good physical وهو فعليا الإشي اللي بيميز الطبيب الناجح عن الطبيب المش ناجح يعني أنا أعمل ناروينج لتو أو ثري كوزز وبالتالي أنا أقدر أطلب investigation براحتي لهدول السببين أو الثلاثة اللي أنا شاكك فيهم لحتى أوصل عن جد للدياغنوزز الصح هاي هي الimportance تابعون الhistory physical لما بيجي بقولولكم أنه والله يا دكتور أنه الطب أو التشخيص هو عبارة عن 90% history and physical 100% وبصم له يعني أنت ممكن توصل للتشخيص تبع المريض بس من خلال الhistory physical 90% من الكيس الصحة الinvestigation أحيانا بتدعم صحة وأحيانا تتاشت عملها صح كله منطقي لكن ما بدي أرهق المريض وأرهق المستشفى بinvestigation ما قلها داعي لأنني عم بدور على 50 سبب للchest pain لأنني أنا مش good doctor ومش عارف كيف أعمل ناروينج مش عارف كيف أسأل الأسئلة وأعمل physical exam طيب خلصنا عملنا history physical investigations خلص وصلنا للdiagnosis which is target طبعا أنا أوصل لdiagnosis للمشكلة اللي عند المريض لحتى أعرف أعملها treatment هذا هو pathway اللي نحن نمشي فيه أنا هدفي من هذا course أنا والناس الثانين اللي رح يشرحو لكم أنه أنت تكون عندك skills to be a good doctor كيف تعمل history كيف تاخد physical لأنه عن جد believe me هو هذا الشيء اللي بيفرق معكم يعني أول شغلة يرضى الدكاترة عنكم بالمستشفى لما تداوموا يعني خصنا سنة رابعة مش طالب منك تكون عارف investigation ولا طالب منك diagnosis ولا طالب منك treatment وأنا وضحت لكم هذا الموضوع بالintroductory فيديو اللي شرحت لكم عنه قبل الإشي المطلوب منك how to do history how to do physical and how to interpret signs والsymptoms اللي بتطلع معك أو positives والnegatives اللي بتطلع معك بالhistory والphysical فقط لا غير هذا هو كل محور سنة رابعة وعلى الأغلب سنة خامسة كيف تعمل نبنيها سوا سوا خطوة خطوة لحتى نوصل لعن جد انو احنا عنا skill to take a history طيب بما انو احنا منحكي history taking history taking خلينا نعرف شو تعريف history taking تمام history أو case history هي عبارة عن a planned professional conversation that enables the patient to communicate his أو her symptoms feelings fears to the clinician so as to obtain an insight to the nature of the patient illness and his aware attitude toward them بمختصرها نحط علامة على الكلمات اللي بتهمنا بهمنا انها هي conversation بين مين ومين هاي الconversation بين طبعا professional conversation بطريقة مرتبة professional دائما يعني اشي رسمي تمام مش casual conversation زي بين الصحاب بين دكتور وبين الpatient تمام بين دكتور وبين patient شو الهدف من هاي الconversation يعني اول شغلة conversation بين مين ومين بين الpatient وبين الدكتور شو الهدف منها هايها عشان الpatient يقدر يحكي او يعبر عن الاعراض اللي بشكي منها والمخاوف اللي عنده اياها toward illness يعني هو عنده مرض في عنده اعراض لهذا المرض في عنده مخاوف لهذا المرض فهي طريقة للتعبير عن هدول المخاوف وعن هدول الاعراض من المريض لدكتوره بس بطريقة professional تمام شو الهدف منها انها تعطي insight للدكتور هذا المريض من شو يعاني بحيث انه يوصل ل correct diagnosis و treatment فاذن الالمنت انها هي professional conversation بين دكتور ومريض الهدف منها انه المريض ينقل الاعراض والمخاوف اللي عنده للدكتور بحيث انه الدكتور يوصل ل good insight لحتى يقدر يشخص المريض ويعالجه ذات فقف همور فكرة بالعربي الامور بتصير كويسة طيب متى بتصير هاي conversation او متى بتصير عملية هاي history taking لما يصير فيه encounter بين مريض وبين الدكتور مريض يجى على الدكتور على العيادة مريض يجى على الطوارئ مريض يجى على دخول على المستشفى تمام على private clinic هاي صار في encounter بين دكتور وبين المريض خلينا نحكي انه during هذا ال encounter شو الاشياء اللي لازم تصير كيف بدنا نخلي هاي encounter اشي professional اشي رسمي تمام let's start talking about professional encounter بالسلايدات الجاية قبل ما نبلش بالhistory بدنا نحكي عن انت لما تيجي تعمل encounter مع المريض تتقابل المريض اول مرة طيب برأيكم شو الاشي اللي ممكن يخلي مريض يجي على المستشفى او على العيادة او يشوفك على الاغلب السبب اللي بيخلي المرضى يجو على المستشفى انه في عنده concerns معينة بخصوص الهلث تبعته either انه هو عنده concerns او انه he feel unwell شو اهم شغلة بتجيب المرضى على المستشفى اهم شغلة ال pain فانتوا توقعوا انه اهم شغلة تجيب المريض انه هو متوجع في عنده شغلة الناس معين متوجع على الاغلب او عنده concerns about his health في عنده abnormal symptoms في تغير بحالته كان بيعمل هيك هيك وهلأ تغيرت كان وضعه تمام تمام هلأ صار له اسبوع عم بيعمل vomiting ومش عم بتوقف كان تمام 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 هلأ مش قادر عنده فتيق دايما تعبان مش قادر يقوم يروح على دوامه كان اموره تمام وبيمشي تمام بيروح على المسجد بيمشي بيتحرك وتفر هلأ ما بيقدر يمشي يعني بيمشي مثلا 100-200 متر بتعب على طول بيته على الطابق الثالث كان بيطلع على بيته بصورة طبيعية هلأ بطل قادر يطلع على بيته سوأول شغلة فيه عنا فاكترز اللي يوم نسميهم الانفايرومنت المحيطة بالانكاونتر مع المريض بأول مقابلة مع المريض أول شغلة you should choose account place وprivate place اللي هو على الأغلب يا إما العيادة أنت بتقابل المريض بالعيادة أوكي وبالعيادة المفروض يكون المريض لحاله لأنه انا قصدي إيش لحاله عادي ممكن يكون فيه الدكتور ممكن يكون فيه مساعد الدكتور أو المقيم ممكن أحيانا يكون فيه this is ok يعني ناس من الميديكال sector ممكن كمان حتى يكون فيه تشابيرون يعني إذا كان مثلا هي فيه ميل والمريض اللي جايها ميل فممكن يكون معها تشابيرون أو إذا مثلا هو كان ميل الدكتور ميل وجايه مريض ممكن يكون معه مثلا نيرس أزا تشابيرون مرافق تمام وهذا الإشري المفروض يكون موجود لكن القصد يفير إنه تكون private إنه ما تحاول تدخل أكتر من مريض سوى وتشز للأسف بتسير بالمستشفيات الحكومية لما تروحوا قداموا بالكلينيكس بتلاقوا بيدخلوا مريض وبكون فيه مريض تاني بيستنى أو قاعد أو على باب الغرفة هذا الإشي غلط تمام أحيانا حتى نفسه المريض ممكن يكون جاي مع حدا من أهله لكن هو ما بيفضل أنا عم بحكي لكم عن الممارسات الغلط لأني أنا شفت مثلا أنا عملت إلكتف بتركيا في كان إشي اسمه بولي كلينيك إحنا ما عنا هاي البولي كلينيك بولي كلينيك بتكون الفكرة تبعتها إنه مثلا ثلاث غرف مفتوحين على بعض أوكي وبيكون فيه مريض بالغرفة الأولى مريض بالغرفة الثانية مريض بالغرفة الثالثة ومفتوحين على بعض يعني حسيته غلط لأنه أنت ما حافظت على تبعات المريض يعني بالأورثو ممكن ترفع عن إجر المريض ترفع عن إيده تعمل مثلا معينة فهذا مش صح هذا مش الإشي الصح فكرة البولي كلينيك المفتوحة على بعض أو إنه يكون فيه مريض ومريض تاني مثلا على باب الغرفة أو فيه حدا على باب الغرفة هذا الإشي غلط مش صح أو مثلا حدا بيجي زيارة هذا الإشي بتشوفوا أنتوا بالعيادة لما تداوموا بالمستشفيات الحكومية بفجأة بيفوت مثلا نيرس مالهاج دخل أو حدا تاني فاتع ما تحاولوا أنا عم بحكي لكم عن هاي الشغلات بكوز بكرة أنت رح تكون دكتور رح تشتغل بهاي السيكتر تراي تكيب إنه السيتيواشن كله برايفت مش أنا بس بطبق الإثيك إذا كنت تشتغل بالبرايفت سيكتر لأ حتى يعني هاي الشغلات كلها حتى لأنتم تشتغلوا بكرة بالقطاع العام طيب الشغلة الثانية اللي هي غير قصة إنه الانفيرومنت شود بي ما بحكي مع مريض برا بالممر لازم أحكي معه جوه الغرفة شي تاني إنه طريقة ترتيب الأثاث اللي جوه الغرفة هلا الإشي الأمثل إثيكلي وهذا الإشي بتلاقوا بالأماكن عن جد تهتم بالإثيكس بتهتم بالإنكاونتر مع البايشن يعني بأمريكا بأماكن اللي برا أو بأماكن اللي شويها مرتبة إنه ما يكون إنت قاعد قبال المريض يعني إنت قاعد برا المكتب وقدامك الكمبيوتر والمريض قدامك قاعد هاي القاعد غلط المفروض إنه إنت تكون مثلا قاعد قبال المريض يعني أنا لو عندي المكتب فيه كرسيان قدام المكتب باجي أول ما يدخل يطلعوا امتيحانات بره إذا ما سلمت على المريض بأي ذوي هلا هم يرغوا امتيحان السياس بس اللي كانوا يطلعوا يعني إنك تسلم تعمل هاند شيكينج مع المريض وكانوا يعلمون إنه يعني بعرف إنه فيه سيجما عشان قصة الدين وإنه الفيمينز مش لازم سلموا على الميلز لكن إنت هون لما تسلم على المريض بس برضو كمان إنت مثلا حتحس إيده حتشوف مثلا الحرارة تبعت إيده الإيد دراي مش دراي عم بيعمل ترامور ما عم بيعمل ترامور يقردي إنت يعني هيك إنت يسكيب هذا البارد بالفيزيكال لأنه هاي الأشي أنت لازم تعملها بالفيزيكال ففي قصة إنه الهاند شيكينج يعني إذا المريض بيسمح إذا إنته سيتيوائشن تبعك بيسمح حانسوقا إنه مو غلط نعمل هاند شيكينج طيب الشي الثاني إنه بسلم عليه وبدي قاعد إقباله إقباله زي ما قلت لكم بسيب المكتب الإشي الأمثل إنه يسيب الدكتوري المكتب ويقعد بالضبط إقبال المريض في كرسي قدام المكتب وكرسي الثاني فإحنا عاديين إقبال بعض مش أنا قاعد وراء المكتب وهو قاعد قدام هذا الإشي طبعا لكن للأسف إنه ما بينعمل يمكن يعمل برايفت سيكتر لأن المريض داخل عندك بدك تاخد راحتك معه and so on لكن يعني بالعيادات بتشوفوا إنه ما بينعمل على الأغلب بضل الدكتور قاعد ولا المكتب وللأسف إنه ما بيعمل آي كونتاكت مع المريض طيب هلأ بعدين حتى لو أنت الظروف ما عم تسمح لك بدك تضلك قاعد أنا أحكي لكم الإشي الأيديا لأنه هذا الإشي اللي رح يجيكم بالامتحان أوكي فلو أنت قاعد عند هذا المريض وما تخلي انتباهك ل الآيباد أو الابتوب أو الكمبيوتر اللي قدانك بدك تقرأ بيانات المريض هاي إشي أبل هذا إشي أبل أو حتى أبل ما تبدأ تعمل encounter مع المريض فيك أنك تاخد داية دايتين تقرأ record 70 المريض لأنه أغلب المرضى عندنا في نظام اسمه حكيم مخزنة عليها بيانات المرضى وإيش كاين عندهم شو داية واصلا لازم أنك تقرأ هاي الريكورد تابعون المرضى لكن مش أني أنا بقرأ الريكورد والمريض بيحكي وأنا بعلم هو بعلم باخد داية أو دايتين بقرأ بيانات المريض أيضا قبل ما يدخل المريض أو عادي هو موجود لكن قبل ما نبدأ encounter بسمح منه بتعرف عليه وبيتعرف عليه ومش عارف مين وبعدين باخد هاي الأشياء ريكورد وبرجع بعطي اهتمامي كامل للمريض بسمعه بعطيه أنه أنا عم بسمعك أكمل احكي بسأله بتفاعل معه مش هو بيحكي وأنا مش عم بعمل آي كونتاك هذا أكيد غلط وهذا إشي كتير يعني أن إثكاله ومش لطيف وأنت نفسك لو كنت بهذا السيتيوائشن ما رح يعجبك الموضوع الأشياء اللي ما بنرضاها على حالين حاول ما نعملها مع المرضى طيب أوكي هاي هاي السيتينج اللي أنا عم بحكي لكم عليها هاي السيتينج للأسف أنها غلط الطريقة أنه أنت ورى المكتب وأنت عم بتعيير انتباهك للكمبيوتر أو لو كان الكمبيوتر هون غلط هاي طريقة القادة غلط فنحاول مثلا ممكن أنه إذا انت حاطت الكرسي تبعك هون يكون كرسي المريض بهاي المنطقة أو إذا في هذا الأوبشن يكون فيه كرسي موجود هون وكرسي تاني هون أول ما يجي المريض وهذا الإشي الفعليا يبينعمل بالكلينكس بره روما ما يجي المريض بقوم بسلم عليه وبقعد قباله على الكرسي اللي هون ما في داعي نقعد ورى المكتب طيب تمام هلا في هذا الإشي اللي دائما نبركزو لكم عليه إنه يا دكتور ليه لبسك أو ليه أنت مش لابس بطريقة فورمل ليه لابس بنتلون جنز ليه لابس مثلا توب سايدر ليه لابس بوت لازم مفروض تلبس إشي فورمل أميس بنتلون مش جنز يعني أو دنم أو أي شي هيك مش لازم تلبس مثلا توب سايدر يكونوا رجليك مثلا توب سايدر إنه شوز يو سكن يعني مفروض تكون لابس مثلا سوكس بلون نيوترل هاي القصص كلها ليه فيه ناس بتشوفها إنها يعني شو دخلك فيه وعلى فكرة هذا الإشي مطلوب منكم لما تروح تداموا على المستشفيات الأي بي سي طبع الكلينيكل بويدوي إنكم تكونوا لابسين بطريقة فورمال يعني فور ميلز ما منلبس جينز ما منلبس تي شيرت ما منلبس توب سايدر أو يعني أحيانا البوتس بيمشونهم بس يعني المفروض أن تلبس بطريقة فورمال تلبس قميس تلبس بنطلون ماش أو يعني بنطلون فورمال نوعا ما الشوز تبعتك يتكون فورمال الشعرك مرتب بطريقة يعني فاهمين عليه أوكي مش الأشياء اللي كانت مسموحة بالجامعة عاد إلى مؤسات معينة مش لازم تكون لابس جولوريز أو هيك اللحية بيركزوا على موضوع اللحية أنه تكون مثلا مهذة بأتليست مثلا في أماكن للمستشفيات العسكرية لازم تكون حالة اللحية الفيميل نفس الشي يعني لازم لبسك يكون فورمال فهاي النقلة النوعية أنت رح تنتقل على لبسكم مفروض تبلشوا من على تضبطوها هلأ في ناس بتتعقد من الموضوع هاين الأشياء إنه هذا إنه يكون للك فورمال لك لابيرنس تبعك فورمال شعرك تمام أضافرك موصوصين حتى بتذكر مرات في دكاتر كانوا على الفيميل على قصة إنه إذا حاطين نيل بوليش فيتزان بس إنه لازم يكون لبسنا بطريقة فورمال حاطين نيمتاج واسمنا واضح على النيمتاج لا تحاولوا تختاروا نيمتاج اللي بتكون الأسماء دخل ببعض أو مشبكة أو بطريقة مش زابطة لازم تكون حاطت دائما نيمتاج شكلك فورمال حتى مش لازم تكون لابس مثلا أو اللي بيكونوا لابسين قميس كتير طويل فرافع لسليبز تبعونا هاي الأشياء كلياتها مش صح حتى على مستوى الفيميل الهير على الأغلب الهير لازم يكون إنه مربوط يعني مش صح إنه يكون الهير تبعيك مفلوت ونازل أو إذا بتلبسي حجاب فإنه يكون مش أزبط إشي أو كتير نازل أو هيك ليه لأنه هاي الأشياء يعني أنت الإشي اللي شايفون منك المريض اللوك تبعك فزي ما أنت بتروح على بنك زي ما أنت بتروح على مثلا مؤسسة حكومية أو أشياء معينة فيها دريس كود برضو هون في عند الدكاتر لقلهم الدريس كود تمام فنحاول إنه نكون مهتمين بهذا البارت برضو كمان بارت السكربس السكربس يعني يا أما إذا أنت مداوب يا أما إذا أنت عندك عملية أنت مداوم فوق بالقسم بس مش بالعيادة يعني بالعيادة ولابس السكربس مش زابطة فنحاول تأفويد هاي الشغلات يكون منظرنا فورمل زابط مع الموضوع لأنه يعني هذا الدريس كود المفروض يكون إحنا عم نتعلم كيف نمارس تب وهذا هو الإشي الطبيعي طيب أوكي هلأ زي ما حكينا على قصة ممنود لا يعني عادي أول شي بيفوت عندنا المريض منلاقيه بابتسامة ممكن زي ما قلت أنه قبل أشوف الريكورد ستبعون البيشنط قبل ما يفوت عندي أصلا أو ممكن أني أخذ وقت دقيقة أو دقيقتين أتطلع على الريكورد ستبعون المريض أو إذا ما قدرت أتطلع على الريكورد ستبعون المريض قبل ممكن بعد سبيشالي باللي بيجونا على الطوارئ مثلا طيب أخذنا وطلعنا على الريكورد بعدين بدنا نبلش أنه ست أجندة أيش يعني ست أجندة يعني أنه أنا شو بدي أعمل خلال هاي الانكاونتر عمدي أخذ فول هستوري و أظبط الموضوع طيب بدي أبلش أول شغلة يعني أول شي بدي أحكيه مع المريض المفروض يكون شي كتير ودي لطيف تستابلش إشي تسمعه الرابورت تستابلش الرابورت يعني أنك تبلش تبني من أول كلمة أو أول إنكاونتر مع المريض تبني علاقة بينك وبينه لأنه علاقة المريض والطبيب هي مبنية على الترست مبنية على أنه يكون في علاقة ودية أو لطيفة فهو ما يكون خايف أنه يحكي لك شغلات يكون قادر أنه يحكي لك الكنسرن تابعونه ما يخبي عليك معلومات مهمة بتساعدك على التشخيص لأنه أنت موجود هنا عشان تساعد المريض كمان هو لازم يكون قادر أنه يساعدك لحتى تساعده وظفتنا إحنا نساعد المرضى اللي بتسامل مظهر كل هاي الشغلات بتبلش ب قبل ما تحكي أي كلمة طيب هلأ أول شغلة بعد ما إحنا عملنا كل هاي الشغلات زبطنا الـ تهتمينا بحالنا بدنا نبلش نحكي مع المريض شو الشغلات اللي بدي أحكيها أول شي هلو هاي كيفك مش خاكمين نكس ستب لازم تعرف عن حالك إنه مرحبا أنا اسمي مثلا بيان عياد أنا دكتورة أو مثلا أنتم المفروض ما تعرفون حالكم منكم الدكتور لازم تعرف عن حالك بأنه أنا طالبت مثلا سنة رابعة بجامعة موتا هاي أول شغلة طيب فأنت عرفت عن حالك وإذا معك حدا برضو لازم تعرف عن هذا الحدا معك نيرس لازم تعرف عنها حدا ثاني قاعد بالغرفة بالكلينيك لازم تعرف عنه في حدا ثرد بارتي موجود بالغرفة مثلا دكتور وفي عم معه طلاب لازم يقول إنه هدول طلاب معي من الجامعة هاشمية هاي الأشياء الإثيكل هاي الأشياء اللي بتميز دكتور عن دكتور إذا فعليا ملتزم بهاي الأصص أو لا مش بتفوت وما بتحكي ولا كلمة ويعني ما بتعرف عن حالك وبتبلش تسأل آه شو صاير معك ما بيصير هذا الحكي لازم أول شغلة نعرف عن حالنا ونختار الطريقة الصح فمنعمل الهاند شيكينج طيب نيكست ستب إنه بتسأل المريض عن اسمه إنه شو اسمك أو عرفني عن حالك مفروض يحكي لك اسمه كامل أوكي هلأ بيركزوا ببره إنه برضو أسكهم أبعد الطريقة اللي هو بده إياك تحكي اسمه فيه أو كيف تعرف عنه مثلا على قصة هي هم ذي ذي مش عارف مين فالمهم برضو لازم تسأله إحنا بس خلص أسأل شو اسم المريض وإنه nice to meet you مش عارف مين وبعدين next step إنه أنا كيف بقدر أساعدك اليوم بتبلش بسؤال open question زمي open question يعني سؤال إنت بتسأله وإجابته طويلة إجابته المريض رح يسرح ويمرح فيها فهي معنى open question فأول سؤال إنت بتسأله للمريض أو أول أسئلة بتسألها للمريض المفروض تكون open يعني كيف بقدر أساعدك اليوم ليه يجيت على الكلينيك اليوم كيف حاسس حالك اليوم أشياء مثل هيك سو أنت عم تعطيه الفرصة أنه هو يبلش to express himself لأنه يعني himself لأنه من خلال هاي الوقت اللي أنت عم تعطيه للمريض ممكن عم تعطيه دقيقة مثلا to express himself شير أشياء إجابته تختصر على حالك كتير شغلات وقت ما أنت عم تأخذ الهيستوري يعني هو يحكي لك كتير شغلات فأنت تصير تسأل أسئلة بعد هيك direct فمهم أنه نبلش سؤالنا how can I help you شو جابك على العيادة أو على المستشفى اليوم كيف عم بقدر كيف بقدر أساعدك اليوم هيك أسئلة open question while you are doing this في أشياء لازم نراعيها بالموضوع أول شغلة أنه أعطي للمريض الوقت الكافي أنه يجاوب عن أسئلتك مش تكون أنت عم بحافظ صناريو بنص الحكي مثلا كيف بقدر أساعدك اليوم أو أنت بشو حاسس أو لأيجيت عن المستشفى والله يا دكتور راسي بوجعني صر له أسبوعين من لما رحت أنا وبنتي على أو من لما رحنا أنا وبنتي مثلا سافرنا على السعودية مش عارف مي فإنس تجي تقطع تحس أنه الموضوع irrelevant ما إلو دخل تقطعه ما بيصير أعطيه sufficient time أنه يعبر عن حاله إذا حسيته بعد دقيقة أنه كتير شت بالحكي وراح وبعد وشرق وغرب ممكن أني أنا أجي أوجهه أعمله direction يعني أعمل interruption بس بطريقة أنه to direct him بس مش أنه أنا أجي خلاص أسكت وما تحكي أو أنه ما حكي كلمتهم لأنه أنا أسكته كتير ناس بتعمليه بكرة حدام وحا تشوفوهم this is an ethical at least sufficient time 2 طريقة حكيك المفروض تكون طريقة مفهومة حاولوا أنكم تقوض طريقة اللي بتسألوا فيها بالعربي بعرف أنه موضوع صعب لأنه إحنا صرنا أو صر لكم 3 سنين عم تتعلموا كل شي بالإنجليزي فأنتم حتكون فاهم شو يعني palpitation بالعربي أو شو يعني مثلا dysphagia بالعربي أو شو معنى مثلا hematokisia بالعربي أو hemoptysis بالعربي this is okay هذه الأشياء بتجي معلي practice بس أنتو حاروا تستخدموا language سهلة وبسيطة والمريد يفهمها ما بيصير أروح أسألوا والله عندك hemoptysis والله عندك hematokisia شو hemoptysis شو hematokisia أو رح أحملوا encounter مثلا مع مريض ما بيفهم اللغة اللي أنا بحكيها فأن أنت منها الشغلة تستخدموا language واضحة سهلة على المريض حتى اللهجة اللي أنت عم تحكو فيها تكون لهجة واضحة سهلة قريبة على أغلب الناس أنه تقدر تفهمها تكون متبعة معكم 3 active listening بدك تكون أنت مش يعني بيتمثل أنك عم تسمع المريض you are truly عم بتعمل listening هي هاي الفرق بين listening والactive listening active listening أنت عم جد متبع مع المريض عم جد عمالك بتسمع عم بتفهم شو الإشي اللي عم تحكي وأريد يعالك شغال عم بتفكر بالdifferential diagnosis الليست الطويلة وإن حكيه بتبلش تعمل narrowing أنه هاد لا هاد لا هاد لا بناء بس على الأشياء اللي بحكي لك ياها المريض برضو في أشياء اللي هي بتأكد أنه أنت عم تعمل active listening اللي أنت لازم تعطيها للمريض إيش بنسميهم verbal and nonverbal communication شو معنى هاد الحقيقة أنه المريض عم بيحكي أنت عم تعطي دايما مثلا سألته ليه يجيت على العيادة اليوم عم بيحكي لك تمام لازم تحسسه أنه أنت عم تسمع مثلا تحكي له آه مكمل يعني طب شو صار هيك طب مش عارف مين طب شو حسيت تكون مثلا عم بتهزب رأسك بس مش طريقة هبلة يعني أنه أنت فهمه أو تحسسه أنه أنت عم تعمل هاي بسموها nonverbal communication أنه أنت عم ما interested بالشي اللي هو عم بيحكي أنت مش ذهق أن الحكي اللي عم بيحكي والأمور تمام وأنت عم تسمعه أو ممكن الأشياء تكون verbal أنه آه مثلا شو صار هيك طب كيف حسيت طب متى حسيت وهو عم بيحكي وعم بيوسف هاي بنسميها verbal and nonverbal communication وهي استخدام body language أنه أنت interested بالشي اللي هو عم بيحكي لك لأنه إذا حسك المريض أنت مش interested بالشي اللي عم بيحكي لك يا رحي وقف حكي طيب هلا حكينا عن قصة third party إذا في حدا تاني معك وقت العيادة وقبل المستشفى وتفعي لازم تعرف عليه لازم تحكي للمريض أنه أنا معي فلان لفلاني أحيانا مثلا في مرضى رح يرفض أنه يكون في طالب مثلا موجود أو يرفض طالب اللي عم بيعملوا له البروستيجر هلا بعرف أنه يعني هم جايين على مستشفيات عسكين شوفوا مثالين بتذكر في مرة دومنا المستشفى ما بدي أحكي اسمه والدكتور ما بدي أحكي اسمه لكن أنه المريض كان وضعه كتير سيئ وضعه النفسي كتير سيئ وطلاب يعني خلاص لما بيجيك طالب يعني تروح تاخدوا هستوري بتعودوا يساوه عند المريض وتعملوا له فزيكل خلاص تعب منهم فرجع الدكتور بعد يعني راح ودانا ناخد منه هستوري ورجعنا وقالنا عنده ساعتين والمريض تعبان وكان يعني قايني كأنه الموضوع يعني يعني سينستيف فبعدين هو كأنه رجع وبدو يأخذ المريضة ويبلش يعمل ويعلم الطلاب عليها وما أخذ منها فهي أنه كانت ترافض أنه لا طب ما بدي أنه خلاص يعني فيوز لك أنه لا وكيف وانتي جاي عمستشفى تعليمي وما إليك الحق ترفضي فكتير أحرجها كتير عن التصرف وأن إثيكل كتير سيئ لا عادي المريض إله حق أنه يقول أنا ما بدي أحكي أنا ما بدي أتعملي أنت كطالب فزيكل إكزام عادي من حقه الفكرة أنه أنت بدك تعلم الطلاب مثلا حالتها بكرة أنتو حتصيرهم كندكاتر ويصير فيه تحتكم طلاب تعلموهم كيف تأبروتش هدول المرضى دائما أنت العبرة بالأسلوب إذا يجيت للمريض بالأسلوب اللطيف أنت حتقدر تلين الحجر حرفيا فأول ما يدخل بيعرف الدكتور عن حاله أنه أنا دكتوري فلان فلاني وحده للطلاب معي وحبين أنه إحنا نفحص عليكي ونعمل ونشوف ونشوف الحالة تبعتك وانتي عارفه ويتعلم وما يتعلمه حتى لو كانت تيرافضة لأنه أنتو أسلوبك لطيف رح تقبل وهذا الشي أحيانا حتلاقوا حالات لكن المريض يرفض أنه يحكي معكم كطلاب فأنتو مش عادين يتأخذوا منه الهيستوري لما بتجو بأسلوب لطيف بتعرفون أنه إحنا هيك وهذا 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 وإحنا حبي ناخد منك هيستوري وإنت عم تعطيل حق أنه يرفض أو لا بس بأسلوب لطيف رح يبل فدائما لا تنسوا أنكم تعرفوا عن الثيرد بارتي إذا معكم حدا احكوا من معكم يعني الدكتور المريض مش منحقه يرفض الدكتور اللي حيفحصه بس منحقه أنه يقول ما بدي الطلاب يكونوا عادي منحقه أو ما بدي الطلاب المال يكونوا أو ما بدي الطلاب الفيمال يكونوا لكن لما أنت بتعرف عنه مو بتقول أنه هدول مثلا لا أطباء هدول مش عارف مين رح يقبل طيب الشي اللي بعده اللي هي أنه دائما مثلا أنت المريض عم بيحكي لك حكالك عال دقيقتين عم بيشرح شو الأشي اللي عنده عادي فيك بالنهاية تعمل للاشياء أنت حكيت لي واحد دين ثلاثة وأنا فهمت أنا من خلال حكيك فهمت أنه عندك هك 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 هل الإشي اللي أنا فهمته صح check check على المريض أنه فعليا الإشي اللي حكا لك أو الإشي اللي أنت فهمته من حكيه هو الشي اللي عم بيحاول يوصف لك هل في عندك أي شي تاني بتحب تضيفه بعدين هاي هي بعد ما أنا أسأله open question مثلا شو جابك على المستشفى اليوم بعد ما نخلص حكي I have to check أنه الأشياء اللي حكاها المريض فعليا واصلتني وأنه كل شي هو بده يوصله واصلني بعدين أسأله عندك أي شي تاني بتحب تضيفه وهيك بنبلش بعد هيك مثلا بالأسئلة directive اللي هي بتكون close question عندك هيك ما عندك هيك and so on عقصة open question and the close question الفرق بينهم open question هي it's an invitation to talk يعني زيك عندك بتحكي للمريض خد راحتك لايجيت على المستشفى لايجيت على العيادة كيف حاصلت حالك اليوم هاي الأسئلة close questions هي أسئلة specific يعني إجابتها بتكون كلمة أو كلمتين yes أو no عندك vomiting بعد ما أنت يكون المريض حكا علي عن حالته بدي أسئل عن أشياء أنا حاسس أنه ممكن تكون positive أو negative وتساعدني هاي المعلومة إذا عرفتها إذا موجودة هذا العرض موجود أو مش موجود حيساعدني بتشخيص المريض فبباليش أسئلة أسئلة directive مثلا عندك vomiting عندي vomiting طب كان يطلع دم مع هذا آه كان فيه طب هذا الدم كان يكون مخلوط بالvomit ولا مثلا يكون هيك streaks of blood لا والله كانوا streaks of blood فهاي هي الأسئلة close questions اللي إجابتها yes أو no اللي هي بدها clarification أو هي الهدف منها تكلاريفاي الأشياء اللي المريض حكاها already عادة إحنا بنستخدم التنين يعني إحنا بنبلش بopen questions with time يعني بآخر الهيستوري of presenting الناس بتلاقي حركة متسألة أسئلة directive أسئلة الهدف منها clarification وهي أسئلة close جابتها يسأل نوع أو كلمة واحدة لكن مش من البداية نبلش بيها البداية بنا نعطي الوقت للمريض يحكي فبالنهاية بعد كل الأشياء اللي صار لنا كان 40 دقيقة بنحكي عنها history taking it's all about communication عشان تقدر تاخد history انت لازم تكون a good communicator لازم يكون في عندك manners لازم يكون في عندك listening skills لازم يكون في عندك asking skills لازم يكون في عندك احترام للمريض to show him or her respect وبالتالي هو يحترمك بالمقابل تمام it's all about communication لازم يكون في عندك communication skills as simple as that إذا عندك إياهم فأنت حتكون very good communicator very good in history taking لو أنت ما عندك هذول الشغلات بدنا نتعلم كيف يصيروا عندنا وخصوصا أنه أنت بتتعامل مع حدا مش بال ideal situation تبعته يعني حدا جايك ومريض على المستشفى فهو مش بال ideal situation هو مش بأحسن إشي تمام هو مش ordinary person هو person ممكن يكون in pain person ممكن يكون aggressive ممكن يكون حس حاله uncomfortable ممكن يكون مجبور على الجاية على المستشفى ممكن تتعامل مع طفل he is passive مش عم بيحكي أو ما عم بيعبر عن الأراض فأنت بتتعامل مع حدا مش بأفضل حالاته تمام نقطة تانية أنت بتتعامل مع ناس بيختلف الانتلكتشوال تبعهم والسوشال تبعهم يعني ممكن تلاقي حدا homeless ممكن تلاقي حدا كتير مثلا high social economic status ممكن تلاقي حدا مثلا كتير smart وممكن تتعامل مع حدا مش بأعلى انتلكتشوال لفل بالحياة فأنت عم تتعامل مع شريحة مختلفة من الناس عنك أو عن اليوجبال اللي انت معتاد تتعامل معهم فعشانك لازم انك تلاقي وكل حدا فيه له طريقته الخاصة بانه how to communicate with people how to take a history how to establish rapport مع المريض لكن الكي سكلز اللي انتو لازم انكم تتحلوا فيهم واليوم هدول بيكونوا يعني basic أول شغلة تشو البيشن ريسبيكت ريسبيكت من خلال طريقة كلامك من خلال طرحك للأسئلة من خلال نظراتك تعامل بأفضل طريقة ممكنة احترموا عشان يحترمك والنقطة الثانية let them talk خليهم يعبروا عن حالهم لما تحس انه المريض بلش يشت عن الأشياء ويعطيك معلومات unrelevant اعمل له direction هاي الشغلات بتعلموها مع الوقت يعني كل ما أخدتوا history أكتر كل ما صار فيه عندكم skills أكتر وأفضل كيف تتعاملوا مع المريض ولا كيف تتعاملوا مع المريض الأجرسيب عاديا أنا أني بشتغل بطوارق البشير فبالتالي بيجي إلى المريض الأجرسيب بيجي كل مريض اللي ما بده يحكي المجبور على الجاية بيجي كل مريض اللي بيكون كتير angry بيجي المريض اللي in pain بيجي المريض اللي بس جاي بده يخانه مفكر أنه إذا خانه فبياخد أي إشي زيادة من المستشفى بيجي المريض اللي مثلا هو حالته ما بتتعالج بالطوارق لكنه جاي على الطوارق بيجي المريض اللي كتير محترم بيجيك نوعيات مختلفة من المرضى كيف تتعامل مع المرضى هذا إشي skill يعني إشي بتبني يوم عن يوم فكل ما أخدت هستيريو أكتر كل ما تعاملت مع مرضى أكتر كل ما شفت شرائح مختلفة من المرضى وبالتالي صرت تعرف كيف تتعامل مع كل مريض individualي لكن المبادئ العامة show them respect and let them talk أوكي طيب نبدأ هلأ بالكتاب يعني على الأغلب هنمشي هلأ الكتاب ونشوف الأشياء اللي related إلهم من السلايد شوفوا هلأ الكتاب كتير مهم هذا الكتاب كتير لطيف لكن إذا تعاملتوا معه بذكاء شو أصدق دكتورة إذا تعاملنا معه بذكاء فيكم تحبوا هذا الكتاب يكون يعني مصدر ملازم لكم بطول حياتكم ممارستكم الطبية وفيكم تكرهوا بيومين متى بنكره إذا يجينا حاولنا نتذاكه وندرس كل كلمة ونحفظ كل كلمة وكل حرف هذا الكتاب زي كأنه ستوري قصة اقرأ الفقرة خد كلمة منها افهم كلمة منها فقط وفيه أشياء ما إلها معنا بنطنشها عادي مش كل الجداول مطلوب منك تحفظهم أو تكون عارفهم فيه أشياء مهمة آه لازم تعرفها فيه أشياء أنت عم تقرأ ستوري بس فهذا الكتاب بنتعامل معه زي كأنه رواية ما بينحفظ فإذا تعاملتوا معه بطريقة غبية أنه أنت بدك تقرأ التشابتر اللي هو 40 صفحة محشة حكي وعلى الجهتين وجداول وبصر شو بتكرهوا يعني أنا إحنا كانوا المشكلة أنه يدرسونا هاي المادة أنه كل فصل بيكون في عندك أنه إشي اسمه clinical lab فبندرس مثلا كم تشابتر من هذا الكتاب بكون عندنا ابتحان وهايك فكانوا يجنينونه بحقصة فأنت لازم أنك تكون حافظ الكتاب ودرس الكتاب and so and so and so تكرهوا ما بتحبه إذا تعاملت معه بطريقة الغبية تبعت أنه أنا بدي أفهم وأحفظ وأعرف كل كلمة مش هيك بندرس تذكروا حكي تعاملوا معك أنه قصة كل فقر ممكن أخذ منها كلمة واحدة أو كلمتين تفيدني لديني ولدنياي والجداول مش كلهم للحفظ أنا وظيفتي هون لما أجي أمر أقول لكم على الكتاب وأنه أحدد لكم الأشياء اللي مهم تعرفوها لا حد يرجع يراجعني دكتورة هالفقرة أنت ما حكتيها آه ما رح أطنش كتير فقرات ما رح أحكيهم وتعالوا عاركوني هذا أسلوبي وهذا اللي أنا ما تمت تولي شايفته أفضل إشي إذا بدأت أحكي لكم كل كلمة كل فقرة يعني ومش مفيدة يعني مثلا فقرة زي هيك أعطوا لحالكم فرصة أنكم تقرأوا أنا ما هنقرأها بس أعطوا لحالكم فرصة تقرأوها فقرة طويلة عريضة it doesn't make sense عم بحكي لك حكي عادي يعني وهي كيف اللي كاتب كتابة مثلا إشي مقالة بجريدة هي هيك تحسوا أنه عبارة عن مقالات بنهاية من الفقرة يمكن تكون فيها كلمة أو كلمتين تمام فأنا قريدي رح أحاول أغلب لتشابترز إنه ألوون لكم الأشياء المفروض لكم تعرفوها رح أحكي لكم محتوى الفقرات اللي مكتوبة محتوى الأشياء المكتوبة لكن نركز على معلومة أو معلومتين تمام خصوصا بهاي لتشابترز اللي هم كتير رجد يعني تشابتر الهيستر تشابتر الفيزيك هلهم أشياء مش مثل لما روح على التشابترات الثانية اللي عم تحكي عن تكونت لك كأكتب أكتر فهاي هي الأسلوب رح نتنده بهذا الكتاب وأنا قريدي حابت لكم هاي النسخة اللي هي عليها عليها التلوين للأشياء اللي مفروض إنكم تكونوا عارفينها يلا let's start طيب هلأ هون في أشياء احنا قريدي حكيناها حكينا قصة إنه كيف ننبلش الconversation تبعثنا مع المريض أول شغلة إنه في بورد أنت لازم تقرأ الريكورد تستبعون المريض وحكينا كل ظروف في الريكورد كيف نقرأها ما تنقرأها نسون طيب الشيء الثاني إنه المدة تبعت الإنكاونتر مع المريض صراحة variable يعني الجملة اللي بنطلع فيها إنه variable طبعا هون حكي لك إنه في variation مثلا بيوكي 12 دقيقة مش عارف وين بي 10 دقائق بصر وين بي 30 دقيقة عنا البراكتس اللي عنا كانوا يقولوا إنه ما بيجاوز زيتين أو 3 دقائق الإنكاونتر طبعا المريض أحيانا أقل طبعا بالprivate sector على أنجد ممكن تقعد 10 دقائق و15 دقيقة مع المريض عنا بالحكومة يعني لا unless إذا بالإمرجنسي وحالة وهيك بس يعني وقت الكلينك ما بيجاوز الثلاث دقائق فللأسف لأنه بيكون جايك 100 مريض وعندك 4-5 ساعات تشوفهم فلما تقسم الوقت عليهم بطلع وقت كتير قليل سو للأسف بسبب هذا الموضوع أنت لازم تكون عندك الـ skills إنك تاخد good history توجه المريض وتوجه هسلتك لأشياء معينة اللي حتى بنيها تقدر إنك تعطي المريض حقه يعني as much as possible طيب how to start الـ consultation تبعنا إحنا أريد يحكينا الأشياء هاي حكينا إنه you have to create the patient تكون عندك position body language الـ appearance تبعك تمام you start with introducing yourself بتعرف عن حالك shaking hand if appropriate بعدين بتاخد الـ name تبع المريض والpreference تبعونه إنه كيف تنادي عليه أو كيف تحكي معه طيب هلا إذا كان أنت student يعني فالمفروض إنك تعرف عن حالك إنه أنت student إنه مش doctor أوكي لا تخاف إنه المريض ما رح يقبل يحكي معك إذا أنت student لا عادي بقدر يحكو لأنه على الأغلب كل المرضى بيحاولوا إنه يساعدوا ويحكوا ويساعدوا بس أن you have to introduce yourself إنه أنا student أنا مش doctor طيب و writing notes أنا قلت لكم إنه الهيستوري إنت عم تسأل المريض لازم تكتب notes صغيرة كلمة أو كلمتين إيش حكالي في positive إيش حكالي في negative عنده هذا العرض ما عنده هذا العرض لكن لا تخلي كتابة notes تاخد من قدرتك على التواصل مع المريض يعني يصير فيه poor eye contact تصير أهلي كاتبة إنت عم تسأل عم بتجاوب وعم تكتب لا المفروض إنه إنت عم تسأل عم بت المريض عم بيجاوبك بتكتب هيك نوتي بسيطة مثلا بتوقف عشر ثواني بتكتب هالنوتي اللي بدك إياها مثلا وبتمشي فما نخلي كتابة notes تأثر على وإحنا عم نتعامل مع المريض طيب هلا بالنسبة للquestions إحنا أوريدي حكينا إنه you have to start with how can I help you today start with open question وإنه what brought you to that للعيادة اليوم شو الإشي اللي جابك وأعطي وقت يعني إنت بدك تعطي وقت للمريض إنه أنت تحكي معه أعطي وقت لإنه تسمع المريض وتحسسه إنه أنت فعليا interested بالإشي اللي عم بيحكي لك ياه وإنت فعليا عم مالك بتسمعه زي مثلا تعمل certain body gestures إنك تعمل مثلا tell me more احكي لي أكتر أنا عم بسمعك تمام هيك يعني طيب هلا أحيانا المرضى محتوى هاي الفقر إنه أحيانا المرضى بيشته بيطلع وبروحه بييجي هو عم بيحكي وبصير يحكي لك شغلات irrelevant بصير يحكي الموضوع قصة ويحكي لك عن أشياء أوكي أحيانا you have to interfere يعني أنت ما تجي تعمل interfere مثلا أول 30 ثانية وتسكته يأ والله المريض سرعا بيحكي داية أو دايتين وشتى عن الموضوع فيني أنا أجي بطريقة معينة أوجه هالإشي أعمل clarification سأسألو أنت حكيت لي أنه مثلا صار عندك وجع بيستدر قبل شهرين لما رحت رحلة مش عارف هواين أو أحكي لي أكتر عن هذا الموضوع لكن نجا أقول له stop أنت تحكيش مش relevant لا ما تكمل أو يكون طريقة يروض بدنا نستخدم ذكاء أسلوب ذكي بأنه كيف to interrupt the patient أوكي نمنع الإعادة أنه ما يعيد ويزيد بس بطريقة تمام كيف عادة أنه أنت تستخدم أسلوب clarification أنه تسألوا سؤال to clarify شي حكا تمام هاي هي الطريقة الأساسية بالموضوع how to interrupt patient بطريقة صح طيب حكينا عن فكرة open و close questions والفرق بينهم وإحنا على الأغلب بنستخدم التنين بنبلش بopen بعدين بنسنين نحول على close هذا مثال على أنه open and close questions شو الفكرة فيها أنه مثلا هنحكي بشكل عام أنه بلش الانكاونتر بأنه مثلا أنه متى حسيت أول مرة حالك أنه أنت مش تمام فعطيت الوقت الكافي للمريض أنه يحكي لي وحسيت حالي مش تمام هيك و هيك و هيك وهذا مثال على open question طيب بعدين مثلا حسيت المريض عم بشت و بروح و بيحكي حكى كلمة هون بهاي الإشي اللي بيحكي بيحكي لك أنه مثلا well I have been getting this funny feeling عبر عنه funny feeling in my chest over the last few months هو المريض كان يجي جايش يشكي من وجع بصدره فبيحكي أنه حسبي هذا الوجع بصدر قبل few months it's being getting worse over time و أسوأ شي بتكون الصبح لحد ما اليوم زوجي طلب 9-1-1 ويجت الأمبولنس ويجت النيرس وحكت لي أنه أنا عندي hard attack وبلش أتوصف شغلات فأنا بدي نوعا ما أوقفها فباجي بقولها clarification يعني مثلا أنت حكيتي أنه أنت حسيتي بـ funny feeling وين بالضبط حسيتي هذا الفني feeling وبالضبط كيف كان شعورك فيه يعني شو إحساسك أو شو يعني أوصفيلي الوجع شو الإشي اللي حسستين أوكي فأشرت على المكان اللي موجود فيه هذا الوجع حكت أنه مثلا هايه هون بهاي المنطقة بالشست اللي هي مثلا بالسنتر وحسيته أنه رايح شوية على left أو وصفته بأنه tightness أو فيه إشي بيشد عليها أو صدرها بيشد something like this أو مثلا heavy setting on my chest something heavy قاعد على صدري فيه تقل قاعد على صدري فيه جبل على صدري فأنا هيك directed her إنه خلص أوكي تمام وصلت لي المسج أنت حكيتيا بس أنا بدي أسألك إشي specific طيب بعدين بنبلش على الأسئلة اللي هي شوية open بس فيها clarification مثلا بدي أسأل أكتر عن هذا الوجع أوكي راح الوجع على مكان تاني بتقول أولا راح أو أولا ما راح مش open نوعا ما بتحسو بين open وبين close إجابته أصيرة طيب مثلا شو كنتي عم تعملي وقت مصير هذا الوجع هل هذا الاشي هو اللي حفز الوجع أحفز حدوث الوجع بتجاوبك طيب برضو كمان عم بدي أخذ clarifications أكتر مثلا حسيتي إنه الوجع سوري قدي قعد قدي طول أوكي مثلا إنه بالنهاية أنا خلص حكت لي هيك مجموعة معلومات بدي أاجي أحاول أعمل إشي small reflection إنه أنا to reflect the information اللي حكتها مرة تانية عليها أقول لأنه إنتي حكتيلي إنه حسيتي بـ chest pain هذا الـ chest pain كان عبارة عن chest tightness أو heavy something heavy is sitting on your chest هذا الوجع بلش مثلا بالصبح وحسيتي إنه مثلا ما انتقل لمكان إجا معه one and two and three is it right هل الأشياء اللي حكيتها صح بتقول لك أوكي تمام آه صح هل حسيتي بأي أعراض تانية إجت مع هذا الوجع حكت آه والله حسيتي إنه أنا في عندي أنا sick أو أنا حسيتي حالي بدي أموت أو إنه كان sweating and so on فهي طريقة الأسل إنت بلشت بـ open question تدريجيا انتقلت لـ close question كانت إجابتهم yes and no هذا مثال هذا ما بينحفظ ايش يعني empathy يعني طاعته المريضة عم تحكي عن أشياء ما أثري فيها والله أنا حسيت حالي بدي أموت والله إنه مثلا في مثال واسمح أحكيه هون يعني لنفترض واحدة عام لعملية لأنه كاين في عندها ماس بمنطقة الجو وهاي العملية كانت يعني تركتلها ندبة أو تركتلها إنه صار وجهها مشوه نوعا ما وهي تشتغل معلمة فهو هذا محتوى الإشي اللي عم بيحكوه وهي عم تشتغل معلمة أوكي فبتشوف طلاب وأطفال صغير وأكيد يعني أطفال صغير رح يخافوا نوعا ما من هذا الشكل فهذا إشي كتير ساد ويعني يشد بيئة يعني إنه تكون إنت عطوف مع المريض تقدر مشاعره تحس فيه فتكون فاهم يعني situation اللي هو موجود فيه فبلش الدكتور هون بيسألها إنه العملية وما تصارت وشو عملتي وشو سويت بعدين لازم أجي إني أفير هذا الموضوع إنه I can feel you إنه هاي العملية أكيد وشكلك ممكن يكون مثلا مدايق أو هيك أو مش عارف مين فhow do you feel about it اللي هو سؤال عنتل هيك يعني إنه how do you feel about the swelling أو about الإشي اللي صار على وجهك إنه بالwork تبعك إنه مأثر عليك أو لا عدني يجي حكال إنه I can understand that إنه هذا feeling يعني you can feel uncomfortable بهذا الموضوع بالشغل هل بتحسي بنفس الإحساس أو بتحسي حالك إنه uncomfortable في other social setting فthe point is إنه أنت أنت بتحسس بالمريض عم بتحسس إنه أنت فاهم عليها حاسس بوجعها نوعا ما أو as much as possible بطريقة ردودك بالأسئلة اللي أنت عم تسألها لأنه زي ما قلتلكم أنت ما بتعالج بس المريض كجسد المفروض تعالج المريض كروح تكون فاهم تأثير هذا الشي أو المرض اللي عم بيمرق وهذا الموضوع موضوع الهيستوري two parts part how to document والpart الثاني how to ask بسبب إنه documentation لازم تكون مرتبة يعني لازم تكون structured بطريقة معين اللي هي هاي الطريقة أول شي عندنا initial information التي تتضمن إشي اسمه patient profile ملف المريض اللي هو فيها اسمه عمره والجنس تبعه بعدين فيه شي اسمه chief complaint اللي هو العرض الأساسي اللي جاي المريض يشكي منه والمدة اللي صار له بشكي من هاد المرض مثلا المريض بعض يحكي لكم بشريء بيغرر بنهاية انت تكتب للchief complaint إنه هذا المريض جاي بي chest pain صار له هذا chest pain two days and duration فالchest pain والduration هي هاي وإذا فيه عندنا مثلا ممكن يكون فيه two complaints جايبين chest pain and vomiting chest pain and excessive sweating chest pain and weight loss for two days duration هالي chief complaint بعدين بدنا نيجي ناخد اشي اسمه history of presenting illness يعني انالسز لهذا الاشي اللي المريض جايشكي منه مريض جايش شكي من chest pain بدي اسأله تفاصيل هذا chest pain شو ما تبلش وشو صار عليه وزاده وخف واشياء بديده واشياء بتخفف وبيجيك بالصبح بيجيك بالليل ووصف لي بالزبط شو هذا الوجع عدد severity من واحد لعشرة فيه اعراض تاني بتيجي معه طب في عندك اعراض تاني صارت على قلبك زي انه عندك palpitation عندك shortness of breath بلا 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 كل هاي اللي صصدك تسألها هاي بيسموها history of presenting illness يعني تاخد تفاصيل اكتر عن هذا المرض هاي بدها تتعبى بالاشي اللي اسمه history of presenting illness طيب بعد هيك بعد ما حللنا السمتم الكامل اللي المريض جايشكي منه وسألتك في الشغلات وكيف تبلش معك وشو صار واخدت منه full history medical history شو صار معك زمان شو عندك امراض زمان امراض وانت طفل دخلت عليها على المستشفى امراض باطنية امراض جراحية امراض اوبسانتغينية امراض psychiatric دخلت عملت عمليات ماخد الفاكسين تتبعونك او لا اثنين بدي ااخد منه اشي اسمه drug history اللي هي شو الادوية اللي انت عم تاخدها الادوية الموصوفة لك بوصفات طبية لازم اسأله عن الدوزز تبعونها ليه بتاخدها فيه لها side effect او لا انت ادهرنت عليها او لا يعني بتاخدها في انتظام او لا لازم برضو اسأله كمان عن اشياء مهمة زي ادوية مش prescribed زي مثلا تاخد hair pills بتاخد vitamins بتاخد home remedies بتاخد مثلا illicit drugs مخدرات او غيرها طيب النقطة اللي بعدها بعد ما انا سألت عن drug history لازم اسأله عن شي اسمه بيجو وال drug history اللي هي بدي اسأله عن فكرة اذا عندك حساسية من اي شغلة حساسية من اكل حساسية من ادوية شو اصدك بحساسية صار عندك هاي الاعراض ولا لا بس راش ولا دخلت على المستشفى بسبب نوبة حساسية واخدت ادوية وعملت ومش عارفين طيب في عندك حساسية من اكل معين بتتحسس منه وما بتاخده ادوية معين حكولك ممنوع من عن باتن هاد الدواء تاخدها او لا خلصنا من drug history بنروح لل family history شو يعني family history يعني بدي اسأله عن الناس first degree relatives مين هم first degree relatives ولي هم ما ابو وامه اخوانه اولاده الاب والام الاخوان والاولاد دول نسميهم first degree relatives الابعد الجد والجدة والعمام والخوال بصيروا second degree فبدا نسأل عن امراض first degree relatives ابوك وامك طيبين تمام الحمد لله عندهم امراض في عندكم بالعيلة امراض معينة بتمشي بالعيلة ضغط سكري امراض ورافية cancers بدي اسأل عن هاي الشغلات اللي بتصير بال first degree relatives بدي اخد family history طيب واحيانا بحتاج اني ارسم pedigree يعني اذا في عنا امراض ورافية زي مثلا مرض cystic fibrosis لازم ارسم pedigree واشوف مسلا الاب والام حاملين مين عندهم اولاد مصاب مين عندهم مصاب and so on طيب بعد ما خلصنا من family history لازم ننزل على اشي small personal and social history اللي بتشمل كتش شغلات بتشمل اول شغلة الwork في امراض معينة بتظهر باماكن معينة وهذا الاشي معروف بالوردن مثلا في امراض وinfections معينة بتلاقيها باماكن بالغور باماكن باربد في امراض ورافية معينة عند عيلة معينة من عجلون او عند عيلة معينة مثلا من اربد تمام برضو كمان لو انتم كنتوا بره في امراض certain types of infection موجودة بclusters باماكن مثلا مالاريا موجود بافريكا الشخص مثلا بعيش ولاية معينة بامريكا اللي هي قريبة من المسيسبي فبطلع عندها مثلا histoplasmosis بس مثلا مش كومن بكاليفورنيا انسوءا فلازم تسألون المنطقة اللي بعيش فيها برضو مثلا واحد بعيش بسحاب وعنده مثلا قازمة اه والله ممكن تكون بسبب المدينة الصناعية اللي بسحاب في كتير pollutions فلازم أسألوا عن المكان اللي بعيش فيه النقطة التانية لازم أسأل برضو عن situations تبعت الليفنج على أي طابق بعيش البيت مستقل ولا ضمن عمارة كم درجة بيطلع لانه مثلا اذا عنده دية نفس وبدو يطلع عشر طوابق او خمس طوابق او اربع طوابق هيأثر على نفسه فهالأشياء كلها لازم نسأل عنها برضو لازم أسأل عن فكرة انه غير الليفنج تبعونه وين البيت وشو وضع البيت لازم أسأله مين بيعيش معه بيعيش لحاله بيعيش مع أهله بياخد he take care of someone مسلا disabled بهذا البيت او لا فبالتالي مرضه رح يأثر على هذا الموضوع فخلصنا عن موضوع وين بيعيش وكيف بيعيش السؤال التاني اللي هو بال الاجب تبعته شو بيشتغل تمام ليه لانه في كتير امراض لها دخل بالجب يعني بتيجي بسموه occupational diseases مثلا بيشتغل بمصنع بيشتغل بشغلة معينة ممكن تكون هي هاي سبب المعينة وهي عملت لغة المرض طيب اللي بعدها بدنا نسأل عن الالكوهول وعن السموكينج بتدخن قدي بتدخن كم سنصل لك بتدخن ما تبلشت إذا انت نبلش وقاطع مثلا ندخن زمان بحياتك وهلا قطعت لازم أسأل هاي شغلات الالكوهول ايش نوع الالكوهول اللي بياخده قدي كم ميته كم مرة بالأسبوع أو كم مرة باليوم أعمل إذا عنده ألكوهول أبيوز ديس أوردر and so on بعدين لازم نسأل مثلا أحيانا نحتاج نسأل عن إذا سافر بحياته لأي مكان أو سافر ريسنتلي وين سافر قدي المدة ممكن أسأل مين سافر معك لأنه إذا كان في مرض منقول عن طريق السفر فلازم أعمل مثلا سكيرينج الأشخاص ثانية كانين معه أخدت فاكسين قبل ما تسافر أخدت البروفيلاكتك تريتمنت قبل ما تسافر لملاريا أو غيره رحت عمكان فيها انفكشن معينة لازم أسأل عن البيتس هل في عندك بيتس بالبيت عندك كلب عندك بسة بتربي حيوانات معينة سلحفة طيور وتيفر لأنها بتأثر برضو على الهستورية في بعض الأمراض مثلا بتصير عند الأشخاص بيربو طيور بالبيت الأمراض عندهم بيربو كلاب بالبيت أو بيربو مسلا بيسس أو شي مثل هيك بعد ما أخلص من هاي الشغلات بدنا نروح على سكشوال هستوري أحيانا بي سيرتن سيتيواشن زي مثلا واحد جاي واحد جاي يعمل أسسمنت فور أستي دي واحد جاي لأنه عنده انفيرتليتي واحد جاي بمسلا سكشوال ديسفنكشن على العياد طيب وآخر شغل بنعمل شي اسمه review of system إني أسأله عن أعراض ممكن تكون عنده ناس يحكيها أنا ما عملت لها analysis هون بالhistory of presenting illness systems ما كان لهم دخل فلازم أسأل عنهم هون لا تركتوا بي شي لأنه هذا كله رح يمرق معنا لأداء بس أنا عم بعطيكم structure تبع الhistory كيف رح تمشي patient profile chief complaint history of presenting illness post medical history and surgical history drug history family history personal social ولي includes كثير شغلات وreview of system مؤاخر شغلة نعمل conclusion لهاي الزيارة اللي انتهينا منها أعمله summary إنه أنت حكيت إن عندك واحد من ثلاثة وهالأشياء positive هل في أي شغلة بتحب تضيفها بتحب تحكيها وهيك بنكون خلصنا الhistory كأسئلة وككتابة هذا structure إحنا هلأ اللي رح نمشي عليه كيف رح نمشي بالضبط بالأمور وبهالقصص وشو الأسئلة اللي لازم نسألها بكل part مرورا على الكتاب وإن شاء الله يعني تخلوا بيبالكم هاي الفكرة لأنه لما نروح على طريقة documentation رح نعتمدها بالdocumentation يلا let's start بpart part من الأشياء اللي حكيناهم بالسلايد الماضي حكينا إنه أول شغلة بتبلش فيها هي إشي اسمه patient profile المعلومات العامة عن المريض بفوت على المريض بقول له مرحبا أنا اسمي دكتورة بيان عياد بدي أخذ منك مثلا أنا دكتورة عرفت عن حال دكتورة أنت بتفوت بتعرف عن حالك إنه أنا طالب طب سنة رابعة اسمي مثلا كذا كذا وبيدي أخذ منك السيرة المرضية عندك أي مشكلة بيقول لك ما عندي مشكلة ثمان ببلش شو الأشياء شو الكمبوننت تابعون patient profile هلا أنتو حطوا ببالكم اسئلة structure يعني أنا عارف إنه patient profile 9S إلا بدي أسأل 9S إلا بهذا المكان بغض النظر أنا وين بدي أعملهم documentation بعدين فباجي بسأله شو اسمك وبيدي الاسم الثلاثي ما بيكفي تأخد اسمه ثنائي أو اسم واحد عشان ما يصير فيه الرسفة الاسم الثلاثي اثنين عمره ثلاثة الجنس طبعه بكون أنا عارف بكتب إنه mail أو في mail على المعلومات جنبي بعدين بدي أسأله متزوج أو مو متزوج عنده أولاد أو ما عنده أولاد وين ساكن residency إيش بيشتغل لأنه هدول حيعطوني close لما أروح على social history والpersonal history date of attendance أو admission اللي نفترض أنت على الأغلب حتروحوا على ناس impatient يعني موجود بالمستشفى نايم بالمستشفى فبسأله متى كان دخولك أي يوم كان دخولك وبالأفضل كمان إنه أي ساعة اليوم مستاعة طيب إيش اليوم اللي أنت عم تاخد فيه مثلا هو دخل قبل أسبوع بتاريخ مثلا ثلاثة سبعة أنا أخدت الهيستوري منه بتاريخ عشرة سبعة فبقوله إنه اليوم عشرة سبعة أو بكتب إنه الهيستوري بس تيكينج بعشرة سبعة على الساعة كذا كذا وآخر شغلة إنه هو كيف دخل على المستشفى هل دخل إنه من الاميرجنسي كان ريفيرد من كلينيك كان ريفيرد من primary care center ريفيرد من other hospital and so on أحيانا بيكون المريض مثلا محول من مستشفى طرفي لمستشفى سنترل لأنه مثلا فيه إشياء أو إجراءات معينة لازم تنعمل بالمستشفى السنترل هاي هي الـ Components of Patient Profile أهم شي اسمه عمره الجنس تابعه بكتب هذور الثلاث معلومات بعدين متزوج أو لا وين عايش شو بيشتغل متى كان دخوله وإيش اليوم اللي أنا عم باخد فيه الستوري والساعة وكيف طريقة الدخول خلصنا أول ألمنت نروح على الثاني إشي اسمه Chief Complete وهون منبلش بدي أسأل المريض أنت طب ليه إجيت على المستشفى من شو كنت بتعاني تمام والـ Chief Complain هو إشي بكلمات المريض يعني using the patient onwards والله إجيت على المستشفى لأنه كان في عندي وجع بالصدر وحسيت بخفقان فبكتب أنه الـ Patient الـ Chief Complain تبعته Chest Pain and Palpitation السؤال الثاني اللي لازم ينكتب بالـ Chief Complain هو Duration قدي المدة اللي كان فيها هذا الوجع فبسأله قدي أعد الوجع عليك بحكي لك والله قعد نصف ساعة قبل ما أجي على الطوارئ فبكتب أنه المريض لـ Chief Complain Chest Pain and Palpitation for Half and Hour Duration قدي المدة نصف ساعة تمام على الأغلب لـ Chief Complain بيكون شغلة وحدة يعني مشكلة وحدة بس chest pain فإنت دائما عملنا روينغ والله إجيت لأنه يا دكتور أنا حاسس حالي أني تعبان ومرهق وعظامي بوجعوني وراسي بوجعني وحلقي بوجعني وإيدي بوجعوني وفي سيلان من أنفي لا لما بيعطيني هيكا بيتوهني بيعطيني كتير بقول له ركز لي على مشكلة وحدة كانت كتير مدايقتك وهي لخلتك تيجي أنا عارف أنه عندك كتير مشاكل بس شو الإشي اللي خلاك تلبس وتطلع من بيتك وتيجي على الطوارئ بقول لك والله أكتر إشي خلاني أجي هو وجع راسي كان لا يحتمل فإيش بكتب إنه والدوريشن تبعته مثلا كان ساعتين قبل الأدمشن أو ساعتين قبل ما يجي على الطوارئ فالشيف كمبلين هو هيدك فور 2 2 hour duration هاي هاي استخدموا في أشياء لها مصطلح طبي وفي أشي المصطلح المتعرف عليه يعني مثلا أعطيكم مثال بسموه هيموبيتس هذا المصطلح الطبي لكن لما يجي المريد يحكي لي أنا جاي لأنه عم بكو حدم بكتب الكيف كمبلين كوفينغ أب بلد مثلا ما بكتب هيموبيتس معني أنا عارف أنه المصطلح الطبي هيموبيتس تمام ما بكتب هيموبيتس بكتب كوفينغ أب بلد فوميتينغ أب بلد ما بكتب مثلا هيماتاميس مثلا جاي شكيلنا أو جاي على المستشفى لأنه في عنده مثلا بليدينغ بير دم عم بيطلع من المستقيم أو دم عم بيطلع مع البراز فبكتب بليدينغ بالريكتم مثلا ما بكتب هيماتوكيزيا ما تستخدموا المصطلحات الطبية بالتشيف كمبلين بس تخدم الإشي اللي وصفوا المريض بكلامه مثلا جاينا بدي تنفس بكتب shortness of breath مثلا for two hours duration ما بكتب دسنية اللي هي نفسة معناها shortness of breath فما بستخدموا المصطلحات الطبية بس تخدم كلام المريض كيف بدي أسأل عن هذا الـ chief complaint بسأله بopen question احنا فهمنا أنه أول سؤال بسأله للمريض هو open question عشان أعرف ليه يجعله الطوارئ بسأله مثلا شو المشكلة تبعتك ليه يجيت تشوف دكتور ليه يجيت مثلا شو الإشي اللي جابك على المستشفى أو على الطوارئ اليوم بيحكيلي complaint وبيحكيلي duration لو ما حكى للي duration أنا بسألها وهيك أنا خلصت من تاني component بالhistory taking اللي هو الـ chief complaint أوكي لهلأ إحنا خلصنا two components الpatient profile وأخذنا الـ chief complaint الـ next step أو الـ component الثالث هو إشي اسمه history of presenting complaint يعني هو حكى لي أنه جاي بسبب واجع بالصدر تمام وpalpitation وسألته أنه duration قال لي أنه نصف عقبا ما أجي على الطوارئ هلأ هون الـ component الثالث هو تو elaborate الـ chief complaint أكتر elaboration توضيح بدي أسأله تفاصيل تمام شو الهدف منه الإشي اللي قلتلكم عنه أني أنا أحصر حالي بإشي اسمه differential diagnosis أحط list of possible causes للchest pain مثلا مريض عمره 50 سنة جاييني بالchest pain نص ساعة فأنا في عندي list of causes ببالي اللي هي إشي اسمه differential diagnosis للchest pain فبدي أبلش أسأل أسئلة لحتى أعمل narrowing لهدول الخمسين cause للchest pain انتوا مثلا 10 أو 5 causes فهاي كيف بدي أعملها كيف بدي أعمل هاي list of differential وأبلش أعمل narrowing من خلال إني أسأل أسئلة أكتر بدي أسأل about relevant symptoms بدي أخد details أكتر عن هاي المشكلة اللي إجا المريض عم بيشكي منها والهدف من هذا الموضوع اللي هو إني أنا أحط possible causes أحط differential diagnosis وlist وأعمل narrowing لهذا list انتوا مثلا كم من سبب يساعدني إني أمشي بعد هيك مع المريض بالphysical وبالinvestigation لحتى أوصل للcorrect diagnosis تمام كيف بنعمل هاي العملية بيش اسمه history of presenting complaint اللي هي component التالت للhistory taking طيب يا جماعة بدنا نبلش هلأ بالhistory of presenting illness يعني إحنا هلأ شو أنهينا الحكي حكينا عرفنا المريض على حالنا أخدنا اسمه وعمره وجنسه وبلشنا نسأل هذا المريض إنه شو open questions شو جابك اليوم على العيادة والله جابني إنه في عندي أو شو صار معك أو ليه أنت جاي من داعي أو whatever فحكى لنا إنه والله عندي وجع بصدري تمام وجع بصدري مودي تصهر له مثلا ساعتين ثلاث ساعات وعطيته time إنه يحكي الأشياء اللي بده إياها next step بدنا نبلش يعني أنا هون بدي أوقف انتبهوا أنا وقفت فكرة اللي هي documentation إنتك تكتب patient profile أنا لا هذا الفيديو جاي هلأ إحنا نحكي analysis خلاص ما بدي أكتب أي شي ما بدي أجي على بارت الكتابة بدنا نيجي على بارت الحكي مع المريض سألنا عن اسمه سألنا عن عمره سألنا 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 جو جابك اليوم المريض أخد راحته وحكي كثير شغلات ملخص الحكي اللي حكى إنه هذا المريض صاير عنده وجع بصدره من ساعة وإجا على emergency وتبقوا على الكيس اللي أنا اخترته أنا وجع بصدره طيب بعدين بدي أسأل المريض احكي لي أكتر بدي أبدأ والهيستوري طبعه إنه كيف صار هذا الوجع وإدي صار له صار عنده قبل ولا لا وهل راجع فيه دكاتر قبل ولا لا كل هاي الأشياء طيب بيسموها history of presenting illness ال H P I history of presenting illness طيب كيف أبلش هاي المحادثة مع المريض ببلشها بكمان open question احكي لي أكتر عن الوجع بالصدر أعطيني معلومات أكتر عنه حكي لي شو صار معك من أول مرة صار معك في هذا الوجع بيجي مثلا المريض فهي هذا open question إذن ask the patient ال H history طبعه الإلنس من البداية شو صار معك مثلا هي هاي أول مرة بيصير معك وجع بالصدر ولا كان يصير معك قبل لا ولا كان يصير معك قبل طب تمام يحكي لي من البداية شو كان يصير معك ببلش المريض يسرد ويحكي لك ولا يا دكتور أنا عندي وجع بالصدر صار له عندي مثلا خمس أشهر أو ستة أشهر هذا الوجع كان يجي ويروح كان يجيني هذا الوجع مثلا لما أمشي كتير أنا بالعادة بحب أطلع أمشي بمشي 2 كيلو 3 كيلو باليوم كنت أمشي وأتحمل المشي ووضعي تمام وأموري صحتي تمام لحد ستة أشهر تدريجيا بلش يصير وأنا عم بمشي لما أقرب تقريبا على وأنا راجع على البيت يعني أنا مشيت مثلا كيلو ونص رايح ورجعت كيلو ونص راجع وأنا راجع على البيت بلش يصير عندي وجع بالصدر وهذا الوجع أحسه والله أنه يعني أنا مش قادر أخذ نفسي وجع مش طبيعي ما أدر ما أدر إلا أقعد بمحلي أرتاح أوقف محلي وأقعد على الأرض وأرتاح ونلسى مش واصل للبيت شوي على شوي بلش هذا الوجع يزيد يصير مثلا وأنا ماشي وأنا رايح يعني ما أقدر أكمل المشوار وأنا رايح أرجع ما أمشي كيلو ولا أنا صيبني واجع الصدر ونفس الأعراض وأرتاح ويرجع ويخف والوضع تمام شوي على شوي بطلت يا دكتور قادر أروح على السوبر ماركت اللي جنبنا اللي هو بعيد عننا خمسمائة متر لأنه بصير عندي وجع على الصدر بعد شوي صار عندي هذا الوجع حتى وأنا رايح على على المسجد جنبنا بعيد عن 200 متر بالضبط جنب البيت يجيني وجع بالصدر طيب وعم بيوسف المريض هون خلاص كتير حكالي أنا وصلتني الفكرة وبعد رايح يحكي له مثلا سؤال طب شو الإشي اليوم جاني الوجع وأنا قاعد بالبيت تمام طيب بتحكي له مثلا أوكي يعني أحيانا أنت بهاي وأنت عم تاخد الهيستور ما بديت تفهمه أنت بتعطي المريض مطلق الحرية أنت بتصير توجهه أنت تعطيه احكي بس أنا حاجة أوجهك زي كيف أنا قلت له طب شو اللي تغير على الوجع هلا قالي والله أنه جاني وأنا قاعد بالبيت ما عم بعمل أي شي طيب تمام أوكي طيب شو عملت خلال الوجع بالفترات الماضية راجعت دكاترة شو فتنا سويت مش عارف مين والله يا دكتور ما راجعت حدا أو راجعت حدا راجعت دكتور فلاني لفلاني وعمل لي هيك وهيك وهيك ومشاني على هذا الدواء فلازم تسأله هذا السؤال طب أنت بالفترة الماضية أنت صلك تحكي ست أشهر عندك هذا الوجع شو كنت تعمل بهاي الفترة تمام هلأ انتبهوا على هاي الأسئلة لأنه هاي الأخطاء اللي انتم تمرؤوا فيها يعني لما تشتكتب الهستوري أو بتسأل يمكن ما يخطر ببالكم أنه تفكر أنه بس دك تكتب هلأ شو صار معه هلأ لما يجع العيادة لا هي ستوري من أول ما بلشت بدي أحكي كل شي فيها تمام هلأ هذا هو المثال اللي احنا رح نعمله للدوكومنتيشن بالفيديو الجاي فخليكم ركزين لأنه أطبق كل الحكي عليه أوكي يعني ما هعتمد الأمثلة المكتوبة بالكتاب هحكي لكم أنا المثال هات طبعا الوجع الصدر طيب المهم إجا هذا المريض بحكي لنا أنه وجع الصدر فهمنا أنه صر له ست أشهر حكالي أنه راجع مثلا على عيادة عيادة طب عام حكاله أنه عادي تمام يمكن لأنه عمرك كبير ما قطنا راجع عيادة تانية حكاله أنه أنه أنت على الأغلب يمكن عندك ذبحة صدرية فأنت لازم تاخد هاي الحبة تحت للسان لما بيجيك هذا الوجع كان عم بيأخدها وكانت أموره تمام بسألوا عن الحبة تحت للسان كم مرة بتأخدها إيش كانت كانت أدي مثلا يعود الوجع أبين ما يخف بعد ما تأخد الحبة كان يخف كمبليتلي ولا يضل في وجع كم حبة كنت تأخد باليوم أو كل مرة كانت يجيك الوجع باليوم بسألوا المرة الماضية كل الحكي الماضي شو كان يصير تمام وإنتوا خلوها ببعالكم بدتكم تسألوا بطريقة منظمة لحتى لما تعرف توصف توصف بطريقة منظمة لا تكونوها بحزر تسأل أسئل من الهاج داخل إنت بدك تسأل كل إشي صار معه قبل ما يجيك هاي المرة ولا لو كان هاي الوجع أول مرة بيجي بحيات وخلاص سيختصر عليك كتير أشياء كان مش أول مرة صار له ست أشهر عم بيعاني لازم تحكي كل أشياء أغلب المرضى ما بيجيك يعني عادة ما بيجيك من أول ما إيجي الوجع يعني إحنا فيه بثقافتنا نحن من كيفة حالنا أنا بيستحمل الوجع وأنا 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 فبيكون صار له ماكل هوا شهر ولا شهرين تيجيك وممكن الناس بلسنين فأنا لازم أسأله كل هاي الأشياء وللأسف أغلب المرضى لأنتو رح تتعامل معهم المستشفى رح يكون هيك الهيستوري تبعاته طويلة فانتبهوا شو تسألوا انتبهوا أنه أنت لازم تسألوا من بداية لما بلشت عنده السمتمز وشو عمل وكل زيارة لدكتور ومين راجع وشو كانوا يعطوه أدوية وكان منتظم عليهم ولا لا وكان عم بيأخدهم ولا لا ويستجيب إلهم ولا لا طب ليه أفهم طب ليه ما أفهم تمام وجينا هلا لما إيجي الوجع اليوم بعدين داجي أصل السؤال طب شو اللي يتغير على الوجع اليوم متكنت راجع بعيادات اليوم إيجيت على المستشفى ليه شو اللي يتغير تمام بيجي بحكي لك ولا يا دكتور زي ما قلتلك الوجع اليوم إيجاني وأنا قاعد بالبيت تمام وجع وإنت قاعد بالبيت هذا الوجع أخدت له نيتروغليسرين حب تحت الالتسان والله أخدت له وما راح اه واجع ما راح وأخدت له نيتروغليسرين طيب قدي أعادتك إيجيت على المستشفى ولا يا دكتور صروا الوجع كان يمكن ساعة أو ساعتين وابقوا لا حصراح ما بعود ساعتين كان الوجع أعاد علي م finalement ساعة ما راح لما اخدت نيتروجليسرين فاجيت على المستشفى وين اجيت بالزبط على الطوارئ اجيت لحالك ولا اجيت مع يعني الامبولنس لا والله اجيت لحالي انا وابني طبعا ليه مهم تسألها هذا السؤال لانه بيحدد درجة الحدية طبعا العراض اللي عنده طيب تمام سألته هاي الأسئلة بعدين بدي بيبلش اسأله أسئلة تفصيلية اكتر طيب احكيلي اكتر عن الوجه بتعطيه المجال انه هو يحكي لك يوجهك والله متى بلش اليوم متى بلش الوجه هو بدي يحكي لك بدي يشرح لك حسيته انه عم بيضيعك ومش تمام الوضع بتبليش تسأله سيلي دايريكت هلا دائما لما بنعمل اناليسز للوجه وانا بس بدي من هاي المحاضر اليوم بتطلعوا وعارفين كيف تسألوا عن الوجه لانه هو حكينا اهم يعني انتوا بكرة لما بتتعرفوا بالسيستمات الجاية يعني بسيستم الجيار كيف تسأل الفوميتنج كيف تاخد هستوري من واحد عنده دم طالع مع الفيسز كيف بالرسباراتوري تسأل واحد هستوري عنده كوف بالسي بي اس كيف تسأل واحد عنده كيف تسأل واحد عنده دسنية فthe point is انه بدي انا من هاي المحاضرة تعرفوا تعملوا اناليسز وتعملوا هستوري للوجه بس وكتر الله خيركم المهم هلا هذا المريض اللي عنده وجه بدي قبلش اسأله عن الوجه اكتر بدي امشي بس على الكتاب عشان نحكي عن الاشياء اللي انا قلت لكم ياها already هلا في اشياء لازم تخلوها بيبالكم انه نحنا زي ما شفتوا بلشنا بopen questions شو صار معك شو حسيت لما بلش عندك الوجه شو صار ولا تنسى تاخد الهستوري من زمان من اول مرة صار عنده الاعراض شو بلشت شو صار عليها overtime اللي احنا تركنا للمريض مجالي حكيها طيب هلا وهو المريض عم بيحكي انا عقلي المفروض شغال على differential diagnosis اللي انا حاطتها يعني هو عم بيحكي انا لازم اكون عقلي عم بيشتغل عم بعمل narrowing لهاي differential يعني هو هاي المريض اللي عم بيوصف لي ووجع progressive وكان بالبداية لما بيمشي وبيعمل مجهود وهذا الاشي كان progressive overtime هلا صار وجع تدريجيا انا عقلي عم بيروح على ايش انه هذا المريض عنده انجاينا وكانت stable انجاينا وهلا الموضوع تحول نوعا ما لانستابل انجاينا او coronary artery اللي هما acute coronary syndrome اللي هما يمكن تكون unstable انجاينا وممكن تكون م اي وممكن تكون stable يعني استمي او ننستمي هايه الاشياء اللي بتخطر ببالي تمام فانا هون عملت نوعا ما narrowing لما اعطيت المجال للمريض وسألت اسئلة direct ان اعمل هاي اعطيه مجال انه اوكي حكيت هيك هيك وشفت اللي progression كان هيك هيك فانت على اغلب عندك انجاينا عملت narrowing فهايه الاشي اللي بيكون ببالنا انه المريض عم بيحكي انا عم بعمل narrowing طيب اوكي احيانا للأسف المرضى هلأ هاي هي الفقرة اللي هون مختصرها اللي انا عطيه لكم اياه هون انت بتعمل differential diagnosis وانت اللي هي mental list وعم بتعمل narrowing احيانا المشكلة المريض لما بيجي بpresenting symptom بيكون مش واضح يعني عطيه لكم انا بديت تعرف اليوم الpresenting symptom اللي هو الوجع كيف تعملوا الاناليسس لكن المريض عادي ممكن يجينا بكحة ممكن يجينا بفومتين ممكن يجينا وجع بالراس ممكن يجيك باشياء غريبة يحكي لك والله انا جاي بحساسية عندي حساسية يجيك على العيادة في مصطلحات بيطلقها المريض على اشياء لكنها مش واضحة فانت لازم تستفسر شو اصدق بحساسية والله المريض جاي يشكي لك والله يا دكتور انا جاي بسبب انه انا عندي دوخة دوخة لها كتير معاني في دوخة اشي اسمو في دوخة اشي اسمو في دوخة اشي اسمو مثلا victorigo أنت شو أصدق فيهم فأنت لازم لما تسمع هاي المصطلحات الفيغ اللي بيوصفها المريض للعراض اللي عنده تكون قادر أنه وقف احكيلي شو أصدق بهاي يعني مثلا والله يا دكتور هاي هم المصطلحات اللي غريبين الممكن المريض يجي يحكي لك إياهم وتكون أنت مش فاهم شو أصدق فيهم اللي هم زي هدول مثلا يجي يحكي لنا المريض دكتور أنا عندي حساسية طب شو أصدق بالحساسية ما بدي تعرفوا هذا هذا مش مهم اعرفوا هدول أنه في عندي حساسية شو أصدق بالحساسية وصف لي أكتر احكيلي يعني بصير عندك هيك و هيك و هيك بصير عندك حكة بالجلد حبوب على الجلد بينزل ضغطك بتدخل على المستشفى معدتك بتدائب بصير عندك نوزي وفومتينج شو أصدق بالحساسية تمام ولا يا دكتور عندي عسر هضم أو عسر بلع أو وجع بالبطن شو أصدق بعسر بلع أو عسر هضم شو أصدق فيه يعني أنه بصير عندك وجع بعد الأكل وجع بدون الأكل عندك مثلا حرقة بالمعدة عندك ارتداد مريء شو أصدق بالإنديجسشن ولا يا دكتور عندي مفاصلة مفاصلة بوجعوني أو في عندي مشكلة مفاصلة شو أصدق بوجعوك ولا ما بوجعوك عليهم حمرار عليهم حكة ما بتقدرش تقوم بتقدر تقوم في هذا المصطلح اللي هو دائما الفتس ولا يا دكتور غيبت غيبت شو يعني غيبت يعني فقدت الوعي عيت على الأرض فيه ناس مثلا زوئي على الأرض بس ضلوا وعيه تمام فبقول غيبت طيب شو يعني غيبت فقدت الوعي ما فقدت الوعي كنت صاحي لما صحي لما صحيت كنت انت واعي على الأشياء اللي صارت معك متذكرها ولا مش متذكرها وانت واعي على الأرض كنت حاسس بالناس اللي حوليك مش حاسس سوهم دكتور عندي ديزنس شو يعني ديزنس يعني انت نفسك بالدور عندي دوخة انت عم بالدور والدنيا حوليك ثابته ولا الدنيا عم بالدور حوليك ولا انك انت فقدت توازنك فوقعت على الأرض ولا هو شعرك بفقدان توازن ولا هي فقدان توازن بيجي لما تلف راسك شو أصدق بدوخة لأنه لازم كل واحدة إلها differential diagnosis خاص فيها ففي أحيانا زي ما قلت لكم المرضى بيستخدموا مصطلحات مش واضحة إلها أكتر معنى هاي في برضو الكاتريا إنه والله يا دكتور عندي نزلت برد والله يا دكتور مفلوز والله يا دكتور عندي سيلان بالأنب شو أصدق بنزلت برد شو الأعراض اللي عندك فلا تاخدوا السمتم اللي حكا المريض اللي هاي السمتم الزيج اللي بتعنيك أي إشي أي إشي وكل إشي تاخدوه عادي لازم تسألوا لما بيش بحكي لنا سمتم زي هيك توقفوا تقولوا شو أصدق بهيك يعني تذكر كان في حلقة بنيو أمستردام كان هو دكتور نيورو فالمريضة عم تحكي إنه عندها I think disiness عم تحكي إنه عندها disiness فالدكتور قعد معها أربع ساعات وهو مو راضي إنه يعمل أي progression بالعلاج إن هي جاية تكتر أني عندي disiness بالعادة بيوصفولي هاد الدواء وصفلية جاية على ال E.R فالدكتور كان نيورولوجست وفاهم إنه disiness مصطلح عام ممكن يتراوح ما بين إنه أنت شوية ضغطك نزل لا إنه يكون عندك cancer بالدمار فأنا بدي أعرف إنت مين عندك من هدول فحددي لي شو أصدق بالزبط بال disiness وهي بيجي عليها بحكي لها مثلا حددي لي شو أصدق بال disiness طبعا ما أخدوها لها الدراوما يعني شو أصدق بال disiness إنه disiness ولأن لا ما حأكمل معك بالهيستوري إلا يجب تحكي لي شو أصدق بال disiness وهي رفضة تحكي له إنه يعني disiness disiness شو بدي أحكي لك فلأربع ساعات فإجت فسرت له إنه شو أصدق بالضبط بال disiness بنهاية شخصت بي cancer بالدمار هو هذا السبب بال disiness فthe point is من هاي المoral story إنه لا تكتفي يعني مجي أحكي لك المريض ولا أنا عبدوخ طب شو أصدق بالدوخ ولا يا دكتور عندي خفقان شو أصدق بخفقان مصطلح بيستخدمه المرضى عندي خفقان شو أصدق بخفقان تسارع بتحس بنبضات قلبك ما بتحسهم بتسمعها طنين بأذنك شو بالضبط أصدق فيها فخلي المريض ياخد راحته يوصف لك أو يحكي لك بالضبط شو أصدق بالكلام اللي عم بيستخدمه بالنسبة لهذا المثال بتقدروا تقرؤوا لحالكم بهذا التشابتر عارفينه فlet's start أو let's continue بالأحرى على مثال البين كيف بدي أخذ بالضبط history of presenting illness طيب يا جماعة احنا بننوقف بهاي المحاضرة لهون المحاضرة الجاية رح نكمل بقية البورتس من الهيستوري يعني رح نعمل analysis للبين كامل وهو زي ما قلنا أنه هو أهم نوع من أنواع الهيستوري اللي لازم تطلعوا عارفينها من هذا التشابتر لما نروح بعدين على الكارديوباسك نحكي other presentation ممكن يجيش كي من هالمريض لما نروح على الرأس هنحكي other presentation بيجيش كي من هالمريض وانت بدك تعرف how to take a history من مثلا ما يجيش كي لك من vomiting من ما يجيش كي لك من cough لكن هلا التارجت تبعنا بالمحاضرة الجاية to analyze the pain كيف بالضبط نسأل عن pain لأنه هو أهم سمتوم بيجيش كي منه المريض ونكمل بقية البورتس تبقون الهيستوري زي الباست ميديكال السيرجيكال drug history social history occupation and so on هاي الشغلات البورتس التانية من history taking ورح يكون فيه بالنهاية فيديو منفصل how to document أحط لكم الملخص اللي احنا حكينا بنشتغل عليه and how to document history هذا رح يكون موضوع محاضرة بكرة ان شاء الله ورح يكون المحاضرة تكون عليكم خفيفة ولطيفة مثل ما حكينا أنه ما فيه إشي تكتبوك كتير على هاي المحاضرة لأنه أريدي فيه ملخص وأن حطيت لكم كل الأشياء اللي أنا حكيتها أو كل طبيعة الأسئلة أو شكل الأسئلة اللي احنا بنسألها لما ناخد history بالمحاضرة الجاي بنحكي عنه وبس